في القرن التاسع الميلادي وعلى حافات العالم الشمالية كانت ثمة حشود عسكرية تتوالى استعدادا لصدام مرتقب بين جنود أكبر قوة سياسية وعسكرية في العالم وقتها وهي الإمبراطورية الرومانية ومجموعة من القبائل المتفرقة ضعيفة الشأن التي تعودت على الخضوع لهذه الإمبراطورية ودفع الخراج لها وفي لحظة من الزمن وتحت وطأة ظروف تهيأت لها قررت قبائل الجيرمان التي كان الرومان يطلقون عليها اسم البرابرة تحدي جيوش الإمبراطورية وخوض الصدام معها فكانت معركة غابة تويتبورغ التي انتصر فيها أصحاب الأرض على الغزاة الرومان يحكي المسلسل قصة أرمينيوس الطفل الجيرماني الذي سلبه الرومان من والده زعيم إحدى القبائل الجيرمانية وتربى في قصور روما وخاض حروبا باسمها في العديد من البقاع إلا أن دماءه الجيرمانية تحركت في عروقه أخيرا وقرر أن ينتصر لقومه وبدأ في جمع شتات هذه القبائل المتفرقة التي لم تعرف ملكا أو حكما مستقرا من قبل وضمن الحبكة سنتعرف على ثوسنيلدا الحسناء ابنة زعيم أحدى القبائل وفولكوين المقاتل الذي لا يشق له قبار بالإضافة إلى الحاكم الروماني فاروس والذي يعتبر نفسه مؤتمنا على نقل حضارة روما إلى تلك الأسقاع الخيالية من المدينة يستعرض المسلسل حياة الجيرمان القدامى وهم أسلاف الشعب الألماني الحالي الذي تربطه صلاة قرابة عرقية ولغوية بالعديد من الشعوب الأوروبية كالإنجليز، الهولنديين، والإسكندنافيين وغيرهم ونتعرف من خلال المسلسل على المعتقدات الدينية لهذه القبائل وطبيعة حياتها الصعبة وشطف العيش الذي كانت تعانيها وكيف كان يأكل بعضها بعضا حتى حانت اللحظة التي توحدت فيها وقررت مواجهة جلديها والثور عليهم والمسلسل ناطق بالألمانية ومن إنتاج شركة نتفليكس ويبلغ عدد حلقاته ستة حلقات ومن المقرر كما تتداول بعض المصادر المقربة من الشركة أن تنتج الشركة أجزاء لاحقة لهذه السلسلة لتكون شبيهة بسلسلة الفايكينغ وغيرها والتي حظيت بأرقام مشاهدة مرتفعة حول العالم